وكعادتها شاركت المرأة المصرية بصورة لافتة في انتخابات مجلس الشورى مجلس الشيوخ بجولتها الأولى والثانية المشهد الذي يتكرر باستمرار في كل استحقاقات مصر استحقاق دستوري تخوضه البلاد ما يعكس على وعي المرأة بقضايا وطنها إدركها لأهمية ضرها المهم في صنع مستقبل هذا الوطن استكمال بناء مؤسساته الدستورية دائما ما نجدها في بداية الصفوف أول المشاركين في الأحداث التي تسهم في بناء الوطن وتشكل مستقبله المرأة المصرية بمختلف فئاتها العمرية والاجتماعية كعادتها تتصدر المشاركة في انتخابات الإعادة بمجلس الشيوخ حريصة على اختيار مرشيحة في المجلس لاستكمال قوام المجلس وإتمام البناء الدستوري لمصر ومؤسساتها المختلفة من حق أن أنا أختار عدو مجلس الشيوخ وأختار يعني بأردت يعني وطبعا النهاردة فيه أعادة بين شخصيتين من شخصيات يعني شخصيات محترمة في دميات فأنا أتمنى أن أي وقع اللي يفوض فيهم يكون جدير بيها يعني في الريف والحضر في القرى والنجوع والمراكز والمدن شاركت المرأة المصرية بكثافة في انتخابات الإعادة لاختيار أعضاء مجلس الشيوخ ككل الاستحقاقات الدستورية السابقة تتغلب على كل ما يواجهها من ظروف أو مهام فرضت عليها دوارها الاجتماعية لتتقدم لديها دائما مسؤوليتها تجاه وطنها وتحقيق مصالحه المختلفة نحن نزلين نختار واحد مننا مش واحد لما يعود على الكرسي هيطنش الناس ومسأل شعل مشهد متكرر طوابير طويلة لم تكل المرأة المصرية من الوقوف فيها ولكنها دائما ما تصر على أن تحدد مصير بلدها بيدها وتؤكد مشاركتها الفعالة أنها أصبحت شريكا أساسيا في أي خطوة تخطوها الدولة بما يعكس إدراك المرأة المتزايد لدورها في قيادة عملية التغيير وفهمها الحقيقي للديمقراطية ومرست حقوقها التي نص عليها الدستور المرأة نص المجتمع طبعا كلنا فهمين وطبعا كل أي ست في بيت دلوقتي بقى عندها دراية وبقى عندها فهم للموضوع ده فطبعا كله بقى بينزل عشان يلبح تياجاته ويشوف الأمور بتاعته دعم استقرار الوطن والدفاع عنه ضد أي مخاطر هو ما يدفع نساء مصر وبناتها للمشاركة في كل حدث سياسي أو استحقاق دستوري مشهد مشاركة المرأة في انتخابات الإعادة لاختيار مرشحيها في مجلس الشيوخ يؤكد وعي المرأة المصرية ووقوفها بجانب كل ما تتخذه الدولة من قرارات وإجراءات لدعم مسيرتها نحو التنمية المنشودة سوزا مصطفى التلفزيون المصري ينضم إلينا مشاهدين الكرام من محافظة بورسعيد مرسلة أخبار مصر أسماء حسن مساء الخير يا أسماء مساء النور أسماء لديك عدد من اللجانة تبعتها منذ أن بدأ اليوم الثاني في الانتخابات الخاصة بمجلس الشيوخ يعني قولي لي إيه اللحظتي من أول ما مدهبتي لهذه اللجان من مشاركة من إذا كان هناك خروقات منذ أن بدأت في الصباح يعني هناك التزام في موعد فتح اللجان أمام يعني من يقوم بالإدلاء بصوتي في هذه الانتخابات يعني صف لنا المشهد حتى الآن في عملية الفرز بالفعل مونة في اليوم الثاني شهد انتظام في عملية التصويت منذ أساعة التسعة وأيضا أساد القضاء المشرفون على عملية الاقتراع هذه التزموا بالموعيد المحددة من قبل الهيئة الوطنية لانتخابات وفتحوا في الموعيد أيضا لا نستطيع أن نخفل دور الشرطة المصرية في تأمين العملية الانتخابية ومساعدة كبار السن وأيضا ذوي الاحتياجات الخاصة في الوصول للجان وأيضا تأمين اللجان من الخارج أيضا تابعنا على مدار اليومين مشاركة كبيرة للمرأة في محافظة بور سعيد وخاصة كرة الجنوب وكرة غرب بور سعيد شاركت بنسبة كبيرة أيضا كان للمجلس القوم للمرأة دور كبير في توعية السيدات هنا في ضرورة المشاركة والنزول والمشاركة الإيجابية في ممارسة حقها الدستوري حيث تم تدشين عدد من الحملات لتوعية السيدات لإدلاء بأصواتهن في هذه الجولة من عادة انتخابات مجلس الشيوخ الجولة الثانية أيضا لحظنا أن محافظة بور سعيد منذ اليوم الأول والثاني شكلت غرفة عمليات مركزية لمتبعة العملية الانتخابية ومن خلال بيانات مستمرة على مدار الساعة أكدت أنها لم ترصد أي شكاوة أو عقابات سواء وجهة النخبين أو حتى القائمين على العملية الانتخابية أيضا لحظنا منذ ساعات الأولى لم تتوقف عملية التصويت ويحرص جميع فئات المجتمع هنا في بور سعيد للمشاركة سواء المرأة أو الرجال أو كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة أيضا وأكد لك أن كل الأمور صارت على ما يرام هنا في محافظة بور سعيد على مدار اليومين نحن الآن وأيضا أغلقت اللجان في تمام الساعة التاسعة وبدأت عمليات الفرز في اللجان الفرعية أذكرك أيضا أن عدد النخبين الذين حق لهم التصويت في بور سعيد يصل إلى 514 1919 ناخب وناخبة موزعين في 108 لجنة فرعية في 98 مركز انتخابي تعد محافظة بور سعيد لجنة عامة واحدة أيضا يتنافس على مقعد واحد مرشحان هنا في محافظة بور سعيد أحدهما حزبي والآخر مستقل نحن نتواجد في هذه اللحظة التي نتواصل معكم فيها من داخل اللجنة العامة بمحكمة بور سعيد الابتدائية اللجنة العامة بدأت في استقبال السادة رؤساء اللجان الفرعية وأيضا استقبال نتائج فرز الصناديق ومن المقرر بعد الانتهاء من 108 لجنة فرعية في استقبال السادة رؤساء اللجان الفرعية يتم إعلان عدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح وعدد الأصوات الباطلة ونسبة الحضور وأيضا إعلان مجمل العملية الانتخابية على مدار اليومين الماضيين سواء بالنسبة لعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح أو عدد الأصوات الصحيحة والباطلة وإجمال عدد الحضور من قبل الناخبين كان هذه أبرز ملامح المشهد الانتخابي لكن بصفة أن أسناء ونت تدعين المشهد منذ بدايتي وحتى الآن هل هناك شعور من قبل المواطن بالتأمين سواء على المستوى الصحي باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لموجهة فيروس كورونا لأن في كثير من الأحيان قد يتبادر لأذهان الكثير أنه لا يعني هناك تخوف من النزول لربما يعني يكون هناك عدوى أو ما إلا ذلك فيعني كيف رصدت هذه النقطة تحديدا في الإجراءات الاحترازية على المستوى التأمين الصحي وأيضا التأمين من قبل الجيش والشرطة لخارج اللجان بالفعل بالنسبة للتأمين خارج اللجان هناك ارتكازات أمنية تنتشر أمام اللجان الفرعية من قبل قوات تأمين لتأمين العملية الانتخابية وأيضا رجال الشرطة يقومون بمساعدة الناخبين في الوصول لللجان وتسهيل كل الإجراءات لهم لمساعدتهم للوصول للإدلاع بأصواتهم في العملية الانتخابية بالنسبة للإجراءات الاحترازية هذه النقطة بالتحديد التزم بها الجميع هنا سواء القائمون على الأعملية الانتخابية سواء السادة القضاء أو حتى أعضاء اللجان الفرعية الكل هنا كان على مدار اليوم خريص على ارتداء الكمامة والالتزام بالتطهير وتعقيم اللجان أيضا بالنسبة للناخبين حرصوا على ارتداء الكمامات وفي حالة عدم ارتداء الكمامة يصر السيدة القاضي رئيس اللجنة والمشرف على العملية الانتخابية على تقديم كمامة للسيد الناخب حفاظا على الصحة والسلامة العامة للجميع في ظل انتشار الفيروس كورونا أسماء يعني بصفة عامة إذا كنت تحدثت مع بعض ممن كان يتردد يعني على اللجان خلال هذه الساعات الماضية هل لحظت أن هناك إصرار من قبل المواطنين على أن يشاركوا في هذه الخطوة خطوة على طريق مصار ديمقراطي حق دستوري بناء دولة القانون مؤسسات الدولة المصرية يعني الجانب السياسي خلف هذه المشاركة بالفعل مونة الكل هنا أثناء حديثي مع بعض الفئات وخاصة المرأة كانت حريصة بشكل كبير على ممارسة حقها الدستوري والوطني وأيضا الرجال وتحدثوا أيضا مع بعض الناخبين الذين أكدوا أنهم حالتهم الصحية لا تسمح ولكن أصروا على النزول لممارسة هذا الحق والاستكمال طريق التنمية في مصر أيضا والبعض تحدث أن هناك عدد من المشروعات القومية التي شهدتها محافظة بور سعيد منها منظومة تأمين الصحي الشامل وغيرها من المشروعات سواء التحول الرقمي أو الإسكان وغيرها من المشروعات الكل هنا كان حريص على ممارسة حقه الدستوري والوطني لبناء مصر واستكمال المؤسسات المختلفة لمصر عن أي حال يبدو أن هناك مشكلة لدى زميلتنا أسماء حسن في الاتصال بها ربما تكون لا تسمع صوتنا من الستوديو بشكرا شكرا جزيل زميلتنا أسماء حسن كنت معنا من بور سعيد شكرا جزيلا لك وبالتأكيد هنرجع لك مرة أخرى في حال ورود جديد لديك ينضم إلينا أيضا مباشرة من محافظة اليوبية مراسل أخبار مصر محمود العزالي مساء خير يا محمود محمود إليك الآن يعني الهوى لتصف لنا جديد المشهد لديك يعني كنت معنا منذ الصباح لكن بالتأكيد هناك جديد بعد أن أغلقت أبواب اللجان أبوابها لننهي هذا اليوم الثاني والأخير من انتخابات مجلس الشيوخ إليك يا محمود بالفعل كان يومين للعمل من خلال متابعة مستمرة على مدار الساعة وجولات مستمرة على 690 لجنة على قدر المستطاع قمنا بجولات خاصة في مركز طوخ ولماذا مركز طوخ؟ لأن به المرشحين الذين سيحصلان على الكرسي الوحيد المتبقي من المجلس الشيوخ نصيب محافظة القليوبية نعلم بأن هناك مرشحان إثنان يتنافسان يتنافسان على هذا المقعد المتبقي من مركز طوخ ولذلك كانت المعركة حامية الوطيس في هذا المركز على وجه الخصوص كان وخاصة في القرى فالمرشحان من قريتين ونعلم بأن القرى تكون العملية الانتخابية فيها أكثر ربما للعصبيات وربما للعلاقات النسب ربما لإصرار المواطن في القرى أن يقوم بآداء دوره الدستورية على أكمل وجه وبالطبع كما نشاهد الآن 690 لجنة على مستوى محافظة القليوبية بدأت تفد إلى استاذ بنها إلى اللجنة العامة هي لجنة وحيدة بمحافظة القليوبية في استاذ بنها متواجدة هنا المستشار مجدي أحمد المصطفى رئيس اللجنة العامة متواجد هنا مع السادة القضاء الذين جاءوا من بعد أن قاموا بفرز اللجان الفرعية عملية الفرز جاءت بعد الساعة التاسعة مباشرة والانتهاء من آخر ناخب قام بالاختراع وقاموا بحصر من قام بالاختراع لحصر الأصوات وبعد ذلك جاءوا هنا إلى اللجنة العامة هناك توافد كبير كما تشاهدين فمحافظة القليوبية محافظة مترمية الأتراف 690 لجنة فرعية 3 ملايين و255 ألف ناخب وتصارع عليهم هذين المرشحان لنيل سقتهم وربما تفرق إن شاء الله قليلاً ونعلن من يحصل على هذا الكرسي كما قلت لك القرية هي من ستحسم هذا المقعد بإذن الله أنت قلت إن في هذه المحافظة المترمية الأتراف لديك أكتر من 3.5 مليون من له حق الانتخاب في هذه المحافظة هل من خلال متبعتك أو من خلال حديثك مع الناس بصفة عامة في الأليوبية هل لديهم من المعلومات الكافية عن كل متراشح لديه من هو تاريخه لأنه نعلم جيداً أن هذا المجلس مختلف عن مجلس النواب لدينا من الخبرات من العقول المصرية المهمة جداً التي بالتأكيد ستضيف لأن الحياة أنيابية في مصر بالتأكيد على مستوى دعم السلم الاجتماعي والقيم العليا وإلى آخره معلومات الناس كانت عن من ترشح لهذه الانتخابات دعني أقول لك مونة بأن الناخب يعلم بأنه بالفعل هناك انتخابات لمجلس أشيوخ حينما تحورنا مع من في المدينة ومن في الريف أكد لنا بأنه يعلم بالفعل أن هناك انتخابات ولم يكن أبداً دوره سلبياً ولكنه اتهم المرشحين بالسلبية فهم لم يكلفوا نفسهم عباً أن يصلوا إلى المرشحين في تلك المحافظة المترمية الأطراف وكل منهم اكتفى فقط بعمل الدعاية في مركزه أو في نطاقه الجغرافي لاموا جداً عدم وصول الأحزاب السياسية إليهم قالوا أن كل شيء متاح نعلم بأن كل شيء متاح الدولة المصرية تسعى لاكتمال المشهد الديمقراطي ولكن لم على المرشحين بأنهم لم يصلوا إليهم لم يعرفهم بأنفسهم لم يقدموا لهم برامج برامجهم الانتخابية حتى الأحزاب هذا ليس مردود شخص واحد فقط ولكن مردود الكثيرين الذين سألناهم بالفعل إذا كان في المدينة وإذا كان في القرى حملوا الأحزاب السياسية والمرشحين المستقلين تلك المسؤولية بأنهم كان من المفترض عليهم أن يصلوا إليهم وكانوا يريدون أن يكون الأمر كما يحدث في مجلس النواب كي يكون هناك إقبالاً أكبر منهم السادة المواطنون أكدوا أنهم يرغبون في اكتمال المشهد الديمقراطي ولكن أيضاً كانوا يرغبون في أن يصل إليهم المرشحون ببرامجهم الانتخابية إذن الناخ المصري واعي جداً حينما تحدثنا اليوم لمن قدموا إلى اللجان الانتخابية كان والله شهدنا قدوم حتى متحدي الأعاقة وسألناهم لماذا هذا الإصرار على القدوم للإدلاب بأصواتهم أكدوا لنا بأن ذلك يعني المساهمة في بناء الدولة المصرية يشهدون أن هناك عملية بناء بالفعل موجودة على الأرض ويؤكدون أن صوتهم ربما يكون حجر أزاوية ربما يكون يؤكد على نجاح من يمثلهم في هذا المجلس الذي يعود مجدداً مرة أخرى ليكون بمثابة الرأس بمثابة الفكر لأننا نعلم أن مجلس الشيوخ يحوي أو من المفترض أن يحوي عقول نيرة جداً من خيرة المجتمع المصري إذن هناك تفاعل من المجتمع هناك تفاعل من المواطنين ربما أكثر من السادة الذين ترشحوا على المقاعد المختلفة إذا كانوا على القوائم وإذا كانوا مستقلين هل استشعرت أن المواطن المصري لديك في هذه المحافظة لديه من الوعي الكافي أنه بأهمية الغرفة الثانية اللي الحيانيابية في مصر أهمية مجلس الشيوخ يعني الدور اللي سيقوم به مجلس الشيوخ أنه ربما في بعض الأحيان قيل أنه لدينا مجلس نواب فما أهمية هذا المجلس في اكتمال المشهد النيابي في مصر المواطن لديه هذه المعلومة لديه هذا الإحساس بأهمية الغرفة الثانية بالتأكيد هذه المعلومة كانت حاضرة إلى حد كبير مع من قدم في الجولة الثانية أصدق القول هناك اختلاف كبير ما بين من حضر في الجولة الأولى ومن حضر في الجولة الثانية هناك كان من حضروا ومن أصروا على الحضور كان لديهم اهتمام لافت ووعي لافت بأهمية الاشتراك في هذه الانتخابات بأهمية الاشتراك في بناء المجتمع الديمقراطي في أهمية وجود الغرفة الثانية للبرلمان هناك بالتأكيد من يعلم من المتعلمين أو المثقفين أو من عموم الناس أهلين الطيبين الذين فقط يقولون بأن أهمية الاشتراك هو أن نبني مصر هذه الكلمات البسيطة ربما تعبر عن المواطن المصري البسيط الذي يصر على ذلك الملأة المصرية كانت الحاضر الأكبر في هذا المشهد كما عودتنا عظيمات مصر الحضور في المشهد الانتخابي الله لم أشهد إلا معظمهم يحاول أن يأتي في الانتخابات ربما جاء معظمهم في النصف الثاني من اليوم كانت هناك أخبار صارة اليوم دفعت كثيرين للتحول والذهاب إلى صندوق الاقتراع كان اليوم هناك مؤتمرا صحفيا لمعالي مهندس مصطفى المدبولي وتحدث عن طمأنة للشعب بخصوص التصالحات وكان لها رب فعل رائع جدا لدى المجتمع الذي أكد بأن الحكومة بالفعل تسعى لرضائهم وأن يكون هناك ما يعقول هذه الأعمال إذن الحكومة الدولة المصرية والمواطن المصرية يسعون بشكل كامل وبكل الجهد والطاقة لبناء مصر كما ذكرت هذه الكلمة بناء مصر دعم السلام الاجتماعي قيمه العليا بناء الحقوق والحريات وهذا ما يسعى إليه مجلس الشيوخ لإرساء هذه الواجبات العامة بشكرك شكر جزيل محمود العزالي زمنا كنت معانا من الأليوبية ننتقل محضراتكم عبر الهاتف مع زمنا حازم كمال من محافظة الإسماعيلية حازم المشهد لديك هل اختلف على مدار ساعات اليوم وصف لي المشهد الأخير مشهد الفرز للأصوات نعم بعد اللحية مزعى أهلا بك أهلا تجرى عملية الفرز في كل اللجان الفرعية تمهيدا إلى برسالة نظيف للفرع بعد ذلك بعد أن تغلق من قبل وقساء اللجان الفرعية إلى اللجان العامة الوحيدة هنا في محافظة الإسماعيلية لحين انتهاء إجراءات الفرز ولحين يساعدكم لكل التفاصيل عقب ذلك أود أن أمخص المشهد الانتخابي تحديدا في الساعات الأخيرة من اليوم الثاني للعملية الانتخابية كما اعتدنا دائما منذ أول استحقاق انتخابي عقب ثورة سنوات وحتى الآن دائما تشهد الساعات الأخيرة إقبالا كبيرا من قبل الناخبين سعلا في محافظة الإسماعيلية جاد الأقبال يمكن ضعف الأقبال في اليوم الأول ومنتصف اليوم الثاني أي أن الأعداد التي جاءت فقط في الثلاث ساعات الأخيرة كانت ضعف الأعداد التي جاءت إلى اللجان خلال اليوم ونصف من العملية الانتخابية صار المشهد على أكمل ما يكون لأن المحافظة أتمت وأنهت كل الاستعداد قبل أن تبدأ العملية الانتخابية بعدة أيام كل الإجراءات إجراءات الحماية وإجراءات التأمين ساعدت كثيرا في مرور العملية الانتخابية على وجهها الأكمل لكن محافظة الإسماعيلية تحديدا لها طبيعة خاصة كانت وراء الإقبال على سنظيق الاصطراع بشكل سوق المتوسط لأن المرحلة الأولى كان يتنافس كثير من المرشحين أما الثانية يتنافس هنا في الإسماعيلية فقط مرشحان لذلك عندما تكون الأعداد تقريبا مشابهة للأعداد التي كانت في المرحلة الأولى إذن الإقبال كان كبيرا بالمقرر عدد المرشحين التي قلت إلى حد كبير سواء في القائمة أو على مستوى المرشحين المستقبلين لكن محافظة الإسماعيلية كما ذكرت لك لا طبع خاص أنها حصلت على نصف كبير جدا من المشروعات القومية ومشروعات هامة نكرناها سابقا نؤكد عليها مرة أخرى هذا كانت باسع وراء النزول لأنهم رأوا بأعينهم على أرض الواقع أن الدولة تقيم بالفعل أو تبني أو تبني نفسها من جديد بسواعد أبنائها كما أكد السيد الرئيس مرارا وتكرارا نتحدث عن محور التنمية تنمية القناة السويس هناك صوامع الغلال 12 صوامع من أكبر صوامع الغلال في المنطقة الشرقية أوسطية عندنا وادي التكنولوجيا المرحلة الأولى فقط 12 مشروع مع بين خدمي ومع بين صناعي مشروع قرية الأمل الأكبر على 3000 نصف فدان المشروع الأكبر لشباب المزارعين وخريجي كليات الزراعة ليس فقط على مستوى محافظة الإسماعيلية ولكن على عموم الجمهورية عندنا الأنفاق التي تنقل التجارة والأفراد عبر الجناح الغربي والشرقي لقناة السويس كذلك الكباري العائمة التي تم بنشاؤها كذلك مدينة الإسماعيلية الجديدة التي أقيمت على طول أكثر من 13 كيلو متر بين مساري قناة السويس القديم والجديد إذن كلها مشروعات يراها المواطن هنا في محافظة الإسماعيلية يرى أن الدولة تبني وإستكمال هذه كلمة مهمة جدا حازم أنت يعني عملت عليها تركيز هو أنه الصرار المواطن المصري لديك من متابعتك خلال اليومين اللي كنت فيهم في هذه المحافظة على استكمال مسيرة الحياة الديمقراطية الحياة النبي في مصر هو في الأساس إحساس المواطن بصفة عامة أنه يريد أن يستكمل مسيرة العطاء مسيرة البناء مسيرة التنمية بناء مصر حديثة كل هذه الموضوعات ربما تكون هي الحافظ وراء من نزل من بيته متجها إلى اللجان حتى يدلي بصوتي في هذه الانتخابات أنه في سنوات أنه كان ربما المصري بصفة عامة لا يشعر بهذا التحول في مجالات مختلفة في قطاعات مهمة قطاع صحة قطاع تعليم قطاعات مختلفة الإسكان يعني هل ترى أنه من خلال حديثة حديثة الجانبية مع الناس في الإسماعيلية أنه ما رأوه على الأرض ربما يكون الهدف والحافظ الأساسي للمشاركة للإصرار على النزول حرصيا منا كلام صحيح مئة بالمئة واستكمالا للسؤال الذي سألته زميل محمود الغجالي قبل قليل أن المواطن ليس فقط الإسماعيلية ولكن على عموم المحافظات الجمهورية تحبنت مع كثير من المغتربين الذي كانوا هنا لا يستشعر كثيرا دور المجلس التشريعي أو الغرفة التشريعية الثانية مجلد الشيوخ ولكن ما دفعه للمنزول تحديدا هو ما يراه من كم وحجم المشروعات العملاقة التي تطال كل مكان وكل مجال في الدولة المصرية يرون مشروعات الطرق والكباري الكل تحدث الكل بلا استثناء تحدث عن ذلك أنه جاء إلى صندوق الاختراع أغلبهم كان لا يعرف ربما المرشحان اللذان يتسابق على المقعد الزربي فألت بعضهم إن كنت لا تعرف أيهما لماذا جئت إلى صندوق الاختراع قالت فقط لكي أدعم الدولة يكمل مشروعات ما هي المشروعات قالت لا تخطؤوا عين إن تحدثنا عن الطرق تحدث ولا خرج إن تحدثنا عن الكباري التي تنقل الحركة وتقلل الحوادث إلى حدها الأدنى تحدث أيضا ولا خرج المدن الجديدة التي تم إنشاؤها كذلك العشوائيات التي تم القضاء على غالبها في سنوات معدودة كانت تسعى الدولة على مدار عقود للقضاء عليها ولم تستطع تم القضاء على غالبها أو على جلد كبير منها على الأقل في سنوات معدودة مسوعة الإصلاح الزراعي أو المليون ونصف تدان التي زادت إلى الرقعة الزراعية الإسكان الاجتماعي في كل مكان من المحافظات الجمهورية الجامعات التي كنا منذ عدة أيام نقوم بجولة مع 50 منطلاب المصريين الدرسين بالخارج جامعة الجلالة من أكبر الجامعات تتكون على مستوى الشرق الأوسط وجامعات سوف يدرس فيها أفضل العلماء المصريين في الخارج فمن اليوم أصبح ليس هناك من الضرورة أن نسافر أبناء المصر للدراسة في الخارج أصبح الدراسة عالمية على أرض المصرية كل هذه المشروعات هو أكثر يقل أو يضيق الوقت عن سردها جميعا دفعت المواطن إلى النزول حتى وإن كان لا يعي كثيرا عن مجلس الشيوخ عن مهامه عن اختصاصاته أو لا يعلم ربما المرشحان اللذان كانت هنا في صندوق الاختراع وهنا حمل ربما الأعلام مع المرشحان مسؤولية عدم إيصال السكرة بشكلها الكامل أو المواطن عفوا حازم للمقاطعة لكن الإعلام قام بدوره المنوط به وهو الحديث عن مهام الملقاة على عاطق مجلس الشيوخ تعريف مجلس الشيوخ للمواطن دوره هيبقى إيه هذا دور الإعلام لكن ليس دور الإعلام أن يقول يعني هذا المرشح من هو يعني هذه أدوار المرشحين أنفسهم لا هنا هنا حملوا الأعلام مسؤولية عدم تبسيط المعلومة عدم إيه فندم تبسيط المعلومة تبسيط المعلومة بشكل كامل ما هو مجلس الشيوخ اختصاصاته أو مهامه ولم يحمل الأعلام مسؤولية أعلام الناس بمرشحين يعني عفوا حازم يعني ربما لم يتابعوا القنوات المصرية الأرضية الرسمية يعني لأنه كان هناك كثير من الطرق السهلة جدا والبسيطة جدا حتى اللغة اللي كانت مستخدمة في التوضيح بدور مجلس الشيوخ مقارنة أو يعني بمجلس النواب أو الفرق ما بين هذا ودك كانت بأسلوب بسيط جدا بلغة عمية كلمات منتقى بشكل بسيط للغاية ربما كانوا يعني ما كانش فيه متابعة بقى يعني نعم يعني أنا وأنتي وكل جملاء في الحق للأياني قمنا بذلك بالفعل بأنفسنا لكن ربما ما يقصد أنا أنقل الصورة ما قلنا به وربما ما يقصده هو عدم التركيز بشكل كافي كما حدث في مجلس مع انتخابات مجلس النواب منذ شهور طويلة قبلها كان هناك توعية كاملة أو كافية على أي حال حازم أنت أكدت أن من شارك في محافظة الإسماعيلية من المواطنين المصريين في هذه الانتخابات المهمة في الاختيار من سيكون من أعضاء الغرفة الثانية لمجلس الشيوخ في الحيانية المصرية كل من شارك كان بيؤكد على أنه البناء والتعمير والتنمية والتطوير والتحديث طال كل مكان وكل مجال هذه كلماتك التي أنت استخدمتها منذ قليل حازم كمال زي من مراسل أخبار مصر كنت معنا من محافظة الإسماعيلية مباشرة من هناك بشكرك شكرا جزيل وشكرا أكيد موصول لكل زملاء أنك كنا في جميع محافظات الجمهورية من القليوبية محمود العزالي وأحمد سعد كان في بني سويف وأسماء حسن من بورسعيد ومحمد عبدالصبور من الكفرشيخ وأحمد نبيل كان في المنافية ويعني باقي الزملاء بشكرهم شكرا جزيل لمتابعتهم لكل اللجان على مساوى محافظات مصر بشكركم شكرا جزيلا شكرا جزيلا والمقراء